بسم الله الرحمن الرحيم إلى مكان وقد خاف من ذلك المكان أو من الدواب أو الحشرات أو خاف من أهل ذلك المكان أو من الجن والشياطين كيف يحصن نفسه يعني أعطيناكم تحصين النفس عندما ينزل المسلم المنزل أو المكان والآن نقدم لكم كيف يحصن المسلم نفسه بين الصلاة والصلاة بين الصلاة والصلاة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما الحديث رواه النسائي وصحة الألباني في الصلاة والسنان النسائي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من الجان من شر الجان ويتعوذ من شر عين الإنسان كان يتعوذ بأذكار أخرى ويتعوذ بالقرآن ويتعوذ بكلمات أخرى قال حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما وأيضا عن عقب ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس الحديث رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما فالمعوذتان لهم فضل عظيم أنها تقي من الشرور بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضا جاء في حديث عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة ممطرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي لنا قال فأدركته قال يعني هذا الصحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قل فقلت ما أقول قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شر الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني فالصحيح أبي داود هذا الحديث يبين ويدل على أن الإنسان إذا قرأ الإخلاص والمعوذتين في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات كفته من كل شر قال الشوكاني رحمة الله عليه وفي الحديث دليل على أن تلاوة هذه الصور عند المساء وعند الصباح تكفي التالي من كل شيء يخشى منه كائنا ما كان هذا الكلام قاله في تحفة الذاكرين صفحة 60 هذا يدل على أن قراءة المعوذتين صباحا وقراءة المعوذتين مساء تكفي من شر أي شيء إن كان مهما كان ذلك الشر شر جال أو شر إنسان أو شر دواب أما بالنسبة أما بالنسبة لكلامنا الذي ذكرناه وهو دبر كل صلاة عن عقب بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ المعوذتين في دبر كل صلاة رواه الترمذة وصحة الألبن في الصحة الترمذة قال ابن القيم رحمه الله وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة الشاهد من القول أن قراءة المعوذتين بين كل صلاتين تدفع شرور بين كل صلاة إلى صلاة كما قال ابن القيم رحمة الله عليه فحافظوا على قراءة المعوذتين الدبر كل صلاة إذا صليت الظهر اقرأ المعوذتين وإذا صليت العصر اقرأ المعوذتين بعد الصلاة مباشرة وإذا قرأت المغرب أو العشاء أو الفجر اقرأ المعوذتين مباشرة لماذا؟ لأنها تكفيك الشرور بين الصلاة إلى الصلاة كما جاء في هذا الحديث وكما بيّن ابن القيم حيث قال وفي هذا سر عظيم في استفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته